أنا فيني إيمان أكثر من كل العالم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي الإيمان مو أنه البزقلابية ولا أنه أمسك مسبحة طويلة أو قصيرة ولا أنه أكتب على باب بيتي الحاج فلان الفلاني ولا أحط خلفية على الكمبيوتر آية قرآنية ولا أحط نغمة جوالي قصيدة دينية ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل الإيمان أنه تتبدل أخلاقك السيئة إلى أخلاق حسني الإيمان إذا واحد كان كاذباً قبل الإيمان بعد الإيمان يتحول إلى صادق كان بخيلاً يتحول إلى كريم كان عقاً يتحول إلى بار كان تاركاً للصلاة يتحول إلى محافظ للصلاة كان هاجراً للصوم يتحول إلى ملتزم بالصوم كانت تمتد يده إلى الحرام فإذا هو يعف عن الحرام كان ينظر إلى الحرام فإذا عينه تكف عن الحرام ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل قولوا لي بربكم والإنسان في طبعه يحب أن يجمع المال كيف استطاع سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إلى الصدقات وإذا بأبي بكر يأتي بماله كله كله وأبو بكر ما أتفكره أبو بكر مثلك ومثلي أبو بكر تاجر معه من الأموال ما يشتري فيه الرجال تتذكروا بزمناته سيدنا أبو بكر اشترى سيدنا بلالاً وأعتقه لوجه الله واشترى غيره نعم أتفكر معه مئة مليون أتفكر معه خمس مليارات أبو بكر تاجر كبير يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقات بيحمل مصري كله وبيجيبه يضعوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ما تركت لأهليك قال تركت لهم الله ورسوله الله أكبر شلون كيف تحول سيدنا أبو بكر سامحني سامحني نحن لا نستطيع أن نفعل هذه الفعلة في خمسين مبرر بعقلي وبعقلك أنه شو هذا وما بيصير وبصير وشامتك تعيش وشامتك تأكل وشامتك تشرب وضروري تسأل الناس ما الذي جرى مع سيدنا أبي بكر الإيمان استقر في قلبه وهو يؤمن بأن ما عند الله أوثق به مما في يديه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر